السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مهبي مسجزل بين ليلى وضحاها الحلقة 24 فريد بيتهجم على أبوه بيمسك عبد الله بيضربه بقلعه من البيت العام سليمان يسجل كل أملاكه باسم ليلى وبينصدم عبد الله وليلى بالخبر أم خالد بتجيب هديه لأبن ضحا فريد بيروح بالسر على بيت أبوه مشان يخنقه بس بيصحى العام سليمان عليه ومن الرعب بينجلط وبيموت الليلة بتفيق الصبح مشان تفيق العام سليمان وبتلاقيه ميت وبتصير تصرخ وتبكي عليه خالد بيطلب من الليلة تروح على المشفى وتتطمن على الجنين عبد الله بيروح لعند ليلة وبيقول لها أنه ترجع على البيت مشان ما تبقى لحالة بس ليلة ما بتقبل تطلع من البيت إما عبد الله بتبعت عبير لعند ليلة عبد الرحمن بيخبر خالد أنه آخر ثلاثة شهور مصاريفه مصاريف ضحى اتضخمت كثير وساحبي كثير مصاريف ليلة مصدومة كثير وما عم تسامح نفسها لأنه ما طلعت على العام سليمان بالليل فريد بيفوت على بيته بالسر وبيصير يهدد ليلة إذا ما بترجع مصاري راح يقتلها الشرطة بتروح على بيته مع عبد الله وبتسأل ليلة إذا فريد عميه يأذيها بتقوله إيه هو يتهجم علينا الشرطة بيطلب إفادة ليلة وليلة بيغمى عليها عبد الله بياخد ليلة على المشفى وبينتظره نتائج التحليل ضحى بتتفق مع الممرضة وبتعطيها مصاريف مشان تقول لأم خالد أنه جنين ولد وبعد الفحص الممرضة بتقول لأم خالد أنه جنين ولد وبتقفرها كثير ضحى بتهدد الممرضة إذا بتحكي شي راح تفضحها الممرضة بتخبر عبد الله أنه نتائج التحليل طلعت وبتخبره أنه ليلة شفية خالص من السلطان وبينصدم خالد من الخبر وبيفرح كثير إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد والآن ندعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته